خلينا ننتقل بكم لحاجة اهم بقى شوية يعني طبعا مفيش اهم من ده انما للأسف ادي هو الحال مهاردة في لقاءين عملهم الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهم اللقاءات اللي بتستقبل ضيوف ده اللي حيوريكم مصر اهميتها ايه في المنطقة سواء على المستوى الافريقي او على المستوى العربي اللقاء الاول اللي قام بيه الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رؤساء الكنائس المشاركين في الجامعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الاوسط مجلس كنائس الشرق الاوسط اجتمع في مصر واستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحدث قائلا ان الاخوة المسيحين في جميع الدول العربية جزء اصيل من نسيج المجتمع العربي وان المواطنة والحقوق المتساوية للجميع قيم ثابتة للدولة المصرية كانت رسالة من اهم الرسائل لفلعة النهاردة في هذا اللقاء ولكن على صعيد اخر ايضا تستقبل مصر مجموعة من رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم العليا الافريقية افريقيا كلها بص النظام العدالة والمحاكم في افريقيا يجتمع في مصر الان واستقبل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء هؤلاء المجالس وممثلي مجالس الدولة والمحاكم العليا وتحدث عن حرص مصر على دعم انشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الافريقية يبقى فيه اتحاد يضم كل دا والخبرات يتم تداولها ما بين دا وعلى فكرة احنتحدثنا عن هذا منذ عام تقريبا ومصر بتسعى بشكل كبير جدا الى تكوين هذا المجتمع وهذا يعني هذه الاعلاقات على هذا المستوى العالي جدا في كل افريقيا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجماعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الاوسط والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وقدسة البابا توادروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس رحب بالسادة الحضور في ضوء عقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الاوسط لاول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968 مؤكدا سيادته ان الاخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء عصيل من نسيج المجتمع العربي كما شدد السيد الرئيس على ان المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناح الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الانسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لاي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد مؤكدا سيادته ان هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة من جانبهم اعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم باللقاء السيد الرئيس مشيرين الى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن اهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الاوسط ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من اجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة انسانية كبيرة للبشر مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الاوسط بالكامل وذكر المتحدث الرسمي انه تم خلال اللقاء التبحث حول سبول تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الاوسط خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الاثار والمواقع والكنائس المسيحية الاثرية الزاخرة بالمخطوطات والايقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع احياء مصار العائلة المقدسة وذلك في اطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثل مجالس الدولة والمحاكم الادارية العليا الافارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الافريقية وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على انشائه وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الافارقة مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم انشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الافريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعات للشعوب الافريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف لا سيما في مجال القانون الاداري بين ابناء القارة الافريقية وحرصا على التكاتف والتنصيق في سبيل دفع العمل الافريقي المشترك كما اكد السيد الرئيس ان الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الاداري وتعزيز دوره ومكانته ايمانا منها بان العدل هو عماد المجتمع وضمانة الامن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها والعمل على اعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والانصاف مشيرا سيادته في هذا الصدد الى ان القضاء الاداري يعد هو الامين على الحقوق والحريات العامة وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الادارة وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الاول عند انشائه في عام الف وتسعمائة وستة واربعين وحتى الان من جانبه اكد المستشار عمر مروان وزير العدل اهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الافريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الاداري بين الدول الافريقية الشقيقة واضف المتحدث الرسمي ان السادة المشاركين اعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنين الدورة الحيوية لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الافريقية كاحدى الاليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة افريقية لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الاداري بالدول الافريقية وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه افريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل اهم الموضوعات المطروحة على الساحة الافريقية وفي مقدمتها مكافحة الارهاب في القارة كضرورة اساسية بوصفه يهدد الاستقرار في اي دولة حيث تم التوافق على ان المرحلة الراهنة تقتدد طلاع القضاء الافريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الافريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الافريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة ترجمة نانسي قنقر